تشخيص سهل أغلبية الوقت المريض تديرو راسو تكون دكش يبين في الساق ألغم المريض تيجيل عنا تنديرو الفاحس تنقلبو له العريقات السطحيين وهدو كلف العمق تنحتاجون ديرو واحد الفاحس بالصادة واحد الراديو اللي هو راديو وهو فحص دونك كل طبيب تجربة ديالو را تدير ذاك الفاحس بالصادة هذاك الفاحس بالصادة مهم بزاف خيط هو اللي تيوري العريقات اللي مراد والعريقات اللي ما مراد وتعطينا نخدو المعلومات منو باش نعارفو كيف ما هو أحسن علاج للمريض واش العلاج خصو علاج باللازار ولا غير علاج بالصليب ولا خصوش الجراحة لدابات تقريبا ما بقيناش تنحتاجوها دونك الضروري هذلف الحص بالصادة هو مهم فتشخيص ديل المراد وداروري فهذلف الحص بالصادة نقلبو على الأسباب ديل هذالفاريس مغير الرجلين جارتيكونوا مبعد مرة لفاريس فالحوض ليتيكونوا هما السبب ديله فاريس لرجلين وعند العيالات تيكونوا فالرحم وعند الرجال تيكونوا فالخسيا دونك ضروري نقلبو على الدولي فبليسخرين مغير الرجلين باش تيكون إن شاء الله العلاج ممتاز العلاج الأغلبية في الوقت سهلة لا يبقى مع الدب تطور العلاج بثاف قبل كنا نعالجو الناس غير بالجراحة كان الوسيلة الوحيدة كنا نعالجو الناس كنا نعالجوهم غير بالجراحة دبا تطور الطب كنا نعالجوه غير بالباري غير بالشوكات الواحد بدون عدب بدون ألم كان العرق مازال صغير هذوك العريقات العنكبوتية أو هذوك اللي تكونوا مازال خضرين ولا زور قم كنا نعالجوهم هير بتصليب على عبرة حصة الحقان بش نعالجوهم سهلين الحصة في عشرة دقائق وحتى يخرج مباشرة يكمل حياته نورمال ولكن ذاك العريقات كبار أغلبية الوقت سنحتاجون ديروا واحد لازيغ بالقستارة هير بشوكات ندخلوا واحد لازيغ لدخل هير بتخدير موضعي سهل هذا تقدير اللازيغ في الكلينيك وتصليبها تقدير في العيادة ذاك شي سهل هذا اللازيغ الواحد سنقضوا نعالجو ذاك العروقة الكوبرا لانه تحتاج الجراحات نعالجوهم بسهولة بتخدير موضعي الواحد تخرج مباشرة يتمشى يكمل حياته نورمال ساعة بعد العملية لونك هاد العلاجات تطوروا بزاف وذلك شي علاج دابا عندنا نتائج أحسن في العلاج ديال هاد لباريس هاد العلاج ديال دورة الدموية وبيانسوك تجميلي تانويا ستخذت ذاك العريقات يكونوا بينين صدحيا في الساق بيانسوك تطوروا تجميليا على الساق ما هو علاج ديال دورة الدموية تنقضوا الدورة الدموية في هاد العلاج لا في العمق ديال الساق والفخد لا صدحيا دونك هو ماشي اهير علاج تجميلي نتمنى استفتو هاد النصائح كاملين وعطيتكم المعلومات باش تعالجوا مزيان هاد الدوالي الأوريدة الساق ودابا خسكم تعرفو هاد المرض شائع اللي مع الدب زاف ديالناس خدت راما تيقطرش هاد جميليانش في نارة تيقطر على الدورة الدموية تيعطي الالام تيعطي العدد شي ناس دونك الواحد يتعالجوا مزيان بدون عداب بدون ألم تقريبا تيكمل الواحد من بعد العلاج دابا ما بقى نحتاج الجراحات يخرج يكمل حياته نورمال دونك الواحد ما يبقاش متخوف بالعلاج والواحد يعرف رخصو يعلج هاد الفاغيس خيط ولا معالشو مره الحلاغة تتطور نتمنى وتستفتو هاد النصائح وان شاء الله العلاج اشتركوا في القناة